السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو رح نحل مشكلة طلب كلمة السر لما نزل تطبيقات في اوب ستور على الايفون. نعم انا كلما اجي لنزل تطبيق فعم يطلب مني رمز التأكيد او كلمة السر. فنحنا الان رح نلغيها بنفوت على المتجر بنحمل اي شيء بدون ما يطلب مننا كلمة سر. طبعا حل المشكلة بسيط جدا وبنقرة واحدة نحنا رح نلغي هذا الخيار. لا تعرفوا باقي التفاصيل ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم من جديد. كما ذكرنا رح نشرح حلقة كيف نحنا بنقدر اه نحمل تطبيقات من متجر اه الابستور في الايفون بدون ما ندخل كلمة السر. طبعا الخطوة بسيطة جدا لاجهة الايفون. قبل ما تابع شرح الخطوة متمنى منكم اه اول شي دعم لقناتي هاي لنوصل فيها الى اتنين مليون مشترك في اقرب وقت ممكن. متمنى ايضا منكم ان تضغطوا على زر الاعجاب اسفل الفيديو. طبعا نحنا اول شي رح نعمله رح نتوجه الى الاعدادات في هاتفنا. وبعدها رح اه ننزل ونضغط على خيار طبعا اه عنا هون بالاسفل. خيار بصمة الوجه ورمز الدخول. بصمة الوجه ورمز الدخول. ضغطنا عليه. طبعا لازم ادخل كلمة السر. طبعا بعد ما دخلت كلمة السر رح تطلع لي هاي الخيارات. انا شو رح اعمل اه في عندي هذا الخيار التاني. اب ستور و اعني ايتونز ستور. هذا الخيار بيكون مفاعل لازم وقفه. ادخل كلمة السر رح مرة واحدة. مجرد ما وقفت هذا الخيار بصير بنزل انا بسبت اي تطبيق بديه بدون ويطلب مني اي كلمة سر. وهيك بتنحل المشكلة ان شاء الله. من اعجبكم هاد الفيديو.